المرض صديقي المرض ممكن يكون صديق للإنسان اه 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 ده حقيق المرض النفسي المرض النفسي والمرض اللي قد يكونوا أصدقاء لا يا ريت العلوان مش مناسب للي تقال المرض صديقي مش حاجة حلوة ده المريض الهيستريونيك اللي هو عنده الترابي الشخصية الهيسترية طول الوقت هو فيه نوعية بتبقى مسكة جدا في المرض لأن هي دي الطريقة اللي بتخلي الناس تشوفه فهو ما بيخفش طول الوقت هو عيان ممكن يبقى عنده مرض عضوي بس هستريونيك على فكرة يعني عنده مشكلة صحية ما عندهش هو سليم جدا بس هو بيدعي أنه عنده مشكلة صحية علشان الناس ملمومة حواليه عشان هما بيعودوا يتبطبوا علي ويدلعوني لما بيكون عيان فأنا مش هخرج من المرض عشان أفضل واخد الأتنشن والأطفال بتعمل كده كتير الأطفال يعملوه عادي اللي مش عادي إن العملية تكبر لحد ما بقى عندي مثلا تلاتين سنة أو عشرين أو عربعين ولسه أنا بستخدم نفس الإسلوب بتاع الأطفال ده عشان أجذب الناس يعني أكيد في حاجات في نجاحات ممكن في حاجات ممكن أعملها في حياتي غير إن أنا أبين إن أنا حد مثلا ممكن يكون مريض علشان الناس تطبطب علي في الحب موضوع البحث العلمي إيه حكاية الحب موضوع البحث دي كانت قصة لحد من الكرير يعني حد من المجال النفسي حبيت أدخل برضو قصص لمعالجين ضمن القصص اللي موجودة لإن أنا دايما بحاول إن أنا ألفت النظر وأعرف الناس إنه المعالجين عندهم مشاكل زي ما الناس عندهم مشاكل يعني إحنا مش بنتكلم من منصة عالية أو إن إحنا إحنا بشر برضو بدي أدنين ما عندناش حاجة وجايين نصلح لكم حياتكم صحيح لا الناس بتحب دايما اللي تحسوا إنه شبههم وعندوا نفس المشاكل بس أنا عندي مشاكل عرفت أتغلب عليها وطبعا كل معالج ضروري جدا يكون له معالج تاني بيعالجه وأنا بعالجك استغربتي شاك لا أنا أول مرة أرشع بقى النقطة دي إن كل معالج نفسي بيكون عنده معالج تاني بيعالجه آه ده صح وده اللي بيخلي المعالج محترف أكتر علشان يفرق معي عمل تفريق فعلي لإن أنا بقى بحمل يعني بيجي لي طاقة سلبية طول اليوم بشتغل طبعا فطول اليوم أنت بتبقي منهاكة على آخر اليوم خاص بتعباني جدا لو الإنهاك ده وصل للمت معين أنت هتبط لي شغلة خالص مش هتشتغلي صح فلازم في جهة تانية أنا بتكلم معهم ده السبب السبب التاني أنه طبيعي أنا عندي عقدي ومشاكلي لو أنا ما تعالجتش منها وطلعها على المريض لأخذ يبالك فيه معالجين كتير بيعملوا إسقاط أنه طول الوقت أنا بسقط مشاكل الشخصية على المريض طول الوقت أنا فكرياء زي شبهي أو أنا عايزة يبقى شبهي لو أنا تعالجت كويس وعرفت مناطق ضعفي مش هسقط حاجة على المريض إيه موضوع قطار 922 إحنا كنا نتكلمنا عنه في بداية الحلقة دينا عنه نبذة دي مريضة الشخصية الحادية اللي طول الوقت هي شعر أنها مرفوضة بتأذي ذاتها الناس مترقمت برضو الحاجة المشهورة أو المعروفة أكتر عندها إن هي القاتنج الناس اللي بتقطع شوية ديها أو بتحاول تأذي نفسها بأي شكل اللي هي علاقاتها مش مستقرة المدمنين كتير بيبقوا شخصيات حادية لأنه هي بتبقى اندفعية عايزة حاجة تحسسها أنها موجودة دلوقتي حالا ما عندهج استعداد تصبر على مود الملل أو الفراغ أو الأريافة فهي تحت البند ده بتعمل حاجات كتير مؤزية لنفسها ممكن تاكل أكل بشكل عنيف جدا ممكن تعمل تشرح جسمها بقاتر أو تعمل حاجة ممكن تعمل علاقات جنسية غير أمينة أدخل في علاقات مؤزية ممكن أنها تدمن حاجة أو تاخد أي حاجة مخدرة تأذيها برضو ده الفرق بين الشخص العادي اللي ممكن يستحمل الشعور بالملل أو بالفراغ ده وبينها لأن الفراغ عندها بيبقى داخلي وعميق جدا فهي عند دفعاتها ما بتبقاش محسوبة ومحتاجة سيطرة طيب نتكلم عن الغلاف واختير حضرتك للتصميم الغلاف أقول الاسم بتاع المصمم محمد سليمان محمود سليمان هو بيعجبني جدا التصميمات بتاعته على فكرة أنا ما كنتش عرفته الأول كمصمم لكن كان من أصدقائي على السوشيال ميديا وكنت بشوف التصميم بتاعته كلها لها بعد نفسي فكان بتعجبني جدا لأنه أنا بحب الارت جدا بحب الفن وبحب ارتباطه بالعلم النفس فطول الوقت أنا بتابعه فعمل حاجات كويسة جدا وعجبتني فقلت له بقى يصمم لي حاجة زي سيزلانجي تبقى فيها برضو تلفت النظر للجوة رموز الاترابات معينة مش أي حد يفهم الغلاف على فكرة لأن لو دقاتي فيها تلاقي أنه بيرموز الاترابات كل دايرة من الدوائر بترموز الاترابات